دعوة مفوضية حقوق الإنسان المطالبة بإبعاد الناخبين عن التأثيرات والتهديدات تؤشر إلى أزمة ناجمة عن عوامل متعددة من أبرزها أن الانتخابات بلا مضمون انتخابي بمعنى أن خيارات الناخب لا ترتبط غالبا بأي صلة بالبرامج الانتخابية ولا حتى التوجه السياسي الفكري للمرشحين كمعايير للتصويت كما يجري في دول العالم رغم أن العراق بلد ذات تجربة حزبية مبكرة في المنطقة وجاءت دعوة مفوضية حقوق الإنسان في أعقاب مطالبات بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تعقد في تشرين الأول المقبل بعد تعرض ناشطين مرشحين للاغتيال ويجمع مراقبون أن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد على الرغم من ذلك لكن هناك شكوكا فيما يتعلق بفعالية هذه الانتخابات ومدى قدرتها على إحراز التغيير المنشود الذي تطالب به ساحات الاحتجاج لكن يبدو أن هناك تحولا حقيقيا على مستوى الرأي العام أو على مستوى الرسائل الدولية يشير إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف من انتشار للسلاح المنفلت وغياب التنافس العادل قد يكون أمرا فيه الكثير من الإشكاليات وقد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية هذه القضايا باتت تطرح ليس فقط من قبل الداخل العراقي أو الناشطين والمراقبين بل من قبل سفراء مهمين في بغداد لأن دعوات مقاطعة الانتخابات لها ما يبررها فالقائمون عليها يحاولون عدم إعطاء الشرعية للقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة منذ عام 2003 وحتى الآن ترجمة نانسي قنقر